طيب طيب مبدئيا يعني بمفترة وأنا عم بعمل البرزنتيشن أشخاص اللي بيكونوا موجودين فيه ثلاث أنواع فيه أشخاص ما عندهم خبرة تماما نهائيا بالموضوع علما عم بيسمعوا ونفسهم يكون عندهم فكرة فيه أشخاص عندهم فكرة بس مش عارفينين كيف يبتدوا وفيه أشخاص أراضي ذوي خبرة بهذا المجال وحابين يدخلوا بأمورتينيتيز وفرص اكتير حلق البرزنتيشن بشكله سليسة جدا بليز ما تطلع من ضمنه لأنه المعلومات كلها مترابطة ورح بلش فيها بالسهل الممتنع بحيث أي مستوى أنت كنت فيه تقدر تفهم المعلومات وبكل سلاسل عادة الأسئلة شائعة جدا اللي أنا بتعرض لها شخصيا حبيت أعملكم إلى لستين ويمكن هي أسئلة موجودة عندك حتى أنا لما بدأت بهذا المجال قبل سبع سنين هاي دي الأسئلة اللي كانت الموجودة عندي السؤال الأول ما عندي معلومات كافية وما بعرف كيف بدي استثمر أو اشتغل بهذا المجال السؤال الثاني كان بدي استثمر واربح وفيه عملات كتيرة بس مني عرفان أي عملة أو الأصول الرقمية المناسبة أو المشروع الحقيقي لأننا اليوم مش عم نحكي عن عملات رقمية لأننا عم نحكي عن التحول الرقمي كاملا ولأنه فيه أصول غير العملات بحد ذاتها طب شو المشروع الحقيقي يعني أنا كيف بقدر قيم الاستثمار تبعي أو العمل اللي بدي أشتغل فيه رقم ثلاثة أحمد فيه أشخاص كتير خسروا أموالهم بسبب عدم مصداقية الشركات أو حتى فشل الفريق التقني أو الإداري ورا القائمين ورا المشروع بالإضافة أن بعض الشركات أصلا كانت وهمية غيرت معلومة المكان أو الأشخاص القائمين اللي عليها بغض النظر بتلاقي المكان الشركي بجزر الكايمن أو بجزيرة الكاريبيا ما بعرف وين وأشخاص هن اليوم غير قادرين نتواصل معهم بشكل مباشر سؤال الرابع دائما اللي هو بيتكرر دائما أحمد سمعت أخبار ونصايح بعض منها إيجابي وبعض منها كان سلبي أشخاص كمان حتى ليسوا دوي خبرة والشائعات المتناقلة بغض النظر هي كانت إيجابية أو سلبية غير قائمة لا على حقائق علمية أو أرقام حقيقية أما النقطة الخامسة هو السؤال أحمد شو الفرق بين الاستثمار والتداول الاستثمار هو استثمار أنا بستثمر بمشروع من بدايته تكون عندي إيمان فيه بعد ما كنت عملت الدراسة وأخدت المعلومات الكافية أما التداول فمن يوم يوم التداول سواء بسوق العملات الدهب الأسهم أيا كان هو عبارة عن تداول هو أشخاص ذوي خبرة أنا اشتغلت بالمجال البنكية فمعشر سنة كنت مدير محافظ بإيمة 14 مليار بأحد البنوك الوطنية بتستثمر بالأسواق الأمريكية والأوروبية والأسيوية الموضوع كتير صعب يا جماعة أنا شخصيا اليوم ما بتداول على الصعيد الشخصي أنا ممكن اشتري استثمار أو اشتري أصول معينة اتركها لفترة من الزمن ترجع لي عوائد وارجعها لنشتغل فيها طب أحمد هل الاستداول غلط؟ لا طبعا بس هو الفكرة هل أنت اليوم بذو خبرة؟ هل بتقدر تقرأ التشارت تبع الاندكس؟ بتقدر اليوم تعمل العرض والطلب على الصفقات؟ طب غير هذا كل ياته سوء الأسهم عادة بيفتح خمس ساعات باليوم خمس أيام بالأسبوع تمام؟ بتقدر اليوم المحللين الماليين وفرق الاستثمار يقدروا يعملوا دراسة يعرفوا بأي سهم بدون يستثمروا اللي هو بيكون قيمة للشركة طب بسوء العملات الرقمية الموضوع جنوني لأن السوق فاتح 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع أنت ممكن تنام تفيق أوكي مثل مبارح نمنا بالليل البيتكوين كان رقم صحيحنا اليوم كان رقم لغض النظر اليوم عن الصعود والنزول هذا وشو تأثيره اليوم برجع بقول الخبرة كتير مطلوبة غير هيك أنت اليوم عم تخاطر أول شغلة بفلوسك تاني شغلة أنت اليوم لوعا ما رح تصير مدمن قدام شاشة الكمبيوتر يعني للأسف يمكن ما يكون عندك غير هذا كله ياتو لو كنت إنسان عاطفي رح تتأثر وتأثر علي حواليك وممكن خي خسارة لك تسبب الشكل الآتي يكون هذا منظرك قدام الشاشة تمام وممكن توصل لحالة من الانهيار بحيث أنك اليوم عم تتعاطف مع صعود ونزول السهم دون الدراسة عم بيضحك صديقي دون الدراسة لو أنت ليش لأنك أنت لو دارس السهم أو دارس العملة لو طلعت أو نزدت موضوع ما بيفرق معك أنت لأنك عارف وين رايح بس لما ما بيكون عندك أي دراية هذا الوضع اللي بيكون هون طيب بالمبدأ ما هي العملات الرقمية للناس اللي ما عندها أي معلومة ولو ما عندك أي معلومة على السريع اكتب لي على الشات رقم واحد عشان أقدر أن أقيم بس الناس اللي موجودين معنا أوكي طيب ما هي العملات الرقمية أوكي وكيف أنا ممكن استفاد من صناعة العالم المال الجديد بالتحول الرقمي كل القصة بدأت بعملية من عملة بيتكوين تم تحويلها بال2009 من ساتوشي الشخص اللي هو عمل أول عملية تحويل الرقمي بدون تدخل أي جهة ثالثة سواء كانت مصرف أو صرافة أو مكتب تحويل أو شركة تحويل أو أي شيء حلو كتير هذه العملة كان بدأت هي كانت أول عملة رقمية بتم إصدارها وطرحها أوكي طيب السؤال دايما اللي بيجي عند الناس أوكي أحمد هذه العملة أصلا شو الأصول تبعها؟ يعني هي من وين إجت القيمة تبعها؟ القيمة تبعها إجت إنه اليوم هذه العملة تصدر بناءً على في أشخاص بسمون المعدنين بيكون عندهم سيرفرات أو أجهزة معينة لفك التشفير بتحل عمليات حسابية وخوارزميات رياضية تمام؟ بتخليهم اليوم يكونوا طرف وجزء من عملية التحويلات الرقمية فبيطلع لهم بالمقابل هذه العملات الرقمية ولا تنسى اليوم الأصول تبعها اليوم تحويل الطاقة الكهربائية طاقة حرارية لأنه اليوم جهاز التعدين أو التشفير ما بيشتغل بدون سورس أو انرجي عالية أو انترنت فبطبيعة الأحوال الشخص اللي عم بيعمل هذا الشي عم بيدفع فواتير كهرباء عشان في ناس كتير اليوم بتقولك ما هي أصول العملات الرقمية هي فاضية من الهواء لا اليوم كمية المصادر اللي عم يتم استخدامها لتعدين العملات الرقمية كتير عالي طيب هيدا المنظومة أو هيدا العملية عشان تكون عملية محمية أو ما يكون حدا اليوم قادر عم بيدخل فيها أو يسرق أي فلوس أو يعمل هاكرينج لأي فلوس أو ينظم هيدا العملية كلا ياتا في منظومة هي اللي اسمها البلوكتشين أوكي والبلوكتشين يعني أنا ما رح أدخل بترجمتها لحد ما فهمكم علي شو هي ناخدهم وحدة وحدة البلوكتشين أول شغلة هو نظام توسيق موثوق لحفظ البيانات هتقل لي كيف يعني موثوق يعني اليوم أنا لو حولت بغض النظر عن الأشخاص الموجودين مثلا حولت لإيمان مئة دولار عن طريق البلوكتشين بالعملات الرقمية فيه بيكون ألف كمبيوتر بنفس الثانية عم يسجلوا هيدا العملية وعم بيقولوا أنا حولت لها مئة دولار فلا هي بتقدر تقول أخدت أقل ولا أنا فيني يقول أخدت أكتر زائد أنه وجود هيدا الكمبيوترات كلها بنفس الوقت عم تسجل هيدا العملية بيخلي موضوع أنه هيدا العملية يتم عليها التهكير أو السرقة صعب جدا واليوم مين عم يسجل هيدا العمليات المعدنين اللي تلكن عليهم بالأول اللي بيكونوا حطوا كمبيوتراتهم ووصلوا أجهزتهم ودخلوا على البلوكتشين مشان يقدروا يستفادوا بأجزاء بسيطة من هيدا العملات رقم اتنين هو نظام تسجيل وتوثيق لعمليات البيع وشراء وتداول الأصول والعملات الرقمية أي أن كان اليوم هو منظومة بتمشي فيها البلوكتشين رقم ثلاثة نظام مراقبة العقود الذكية اللي بتتم بين الأفراد والشركات اللي تتم بالاستعانة بالعملات والأصول الرقمية أعطيكم مثال كتير حلو أبو ضبيل التوزيع المؤسسة المسؤولة عن البترول والغاز بالإمارات العربية المتحدة طلبت من آي بي أم يعملولها بلوكتشين عشان تقدر تتعامل مع الموردين تبعها أوكي يعني البلوكتشين هي مش لازم تكون مع العملات الرقمية أبدا هو نظام موثوق أو بالعربي العامي هو دفتر حسابات موثوق بيحمي الشركات من سيولة الأموال من ضياع وهدر الأموال من أي سرقة لأشخاص متمكنين على أجهزة النظام المالي بالشركات تبعون ليش؟ لأنه العملية اللي بتتم يعني أنا بس حولت لإيمان المئة دولار وعدت على ألف كمبيوتر تم تسجيلها بتروح وبتصير ضمن بلوك مثل الشاشة اللي شايفينا تحت على اليمين هذا البلوك بيكون مشفر شانيك سموها بلوك تغير للأبد وأي شيء أنتو اليوم بالحياة رح يصير على البلوكتشين وهذا الجنريشن الجديد الويب سايت هلأ رح يصير اسمه ويب ثري شو يعني ويب ثري يعني المرحلة التالتة من الإنترنت اللي هي بتعتمد على البلوكتشين هذا رح يحمي كتير من المحتويات اللي الناس بتشاركها وكل شيء إلهم علاقة بالتعاملات المالية بغض النظر بالعملات الرقمية أو العملات العادية فالعملات الرقمية بالمقابل الناس عم تدفع أرقام كبيرة بالتعدين والاستثمار بالكهرباء والإنترنت فبيرجع لهم عوائد من هايدي العمليات اللي أنا بتخليني أنا وياك نقدر نتعامل رقمياً بأموالنا بدون ما نكون نحنا قلقانين لأنه هو نظام توثيق النظام اللي جايين نحكي عنه نحنا بالأول هو شركة اسمه زينيك أول شركة بيتم ترخيصها بمركز دبي المالي كشركة بلوكتشين تكنولوجي رح نتعرف على الشركة أكتر بس خلينا نحكي بالأول عن البلوكتشين زينيك بلوكتشين تعتبر أن البلوكتشين متقدمة جداً اللي هي بتاخد أكتر من خمسين ألف عملية بالثاني طب في مقارنة بالسوق للأشخاص اللي فهمانين بهذا النظام نعم سولانا سولانا هي الأعلى حالياً حتى اليوم أكتر بلوكتشين مستخدمة واللي هي عم تتعرض لمشاكل كتيرة وعندها مصاريف غالية للتعاملات سبعة اللي هي الإثيريوم ما عم تعمل أكتر من مية عملية بالثانية فاليوم نحنا عم نحكي عن بلوكتشين كتير كبيرة وبتقدر اليوم عند المرونة تتعامل مع بلوكتشين كتير مختلفة مثل البايننس والترون ومثل الإثيريوم طيب أنا اليوم اللي عم بسمع البرزنتيشن هذا السؤال دايما رجزوا كتير فيه دايما الناس آخر البرزنتيشن تسألو أنا شو مستفاد أنا شو مطلوب من هذا الكلام أنت اليوم رح تكون جزء من البلوكتشين تبع زينك كواحد من الأشخاص المعدنين بس حزير شو أنت مش رح تضطر تحط الأرقام الكبيرة اللي المعدنين اليوم بيضطروا يكونوا موجودين عندهم مزارع يكون فيها كمية كمبيوترات كتيرة وشاشات كتيرة عشان يقدروا يعملوا التعديل ليش؟ لأن التعديل تغير لأنه نظام بلوكتشين تبع زينك اللي هو مثل سولانا ومثل الكادانو ومثل هدول بيعتمدوا على شيء اسمه وبيعملوا التعديل تبعهم ما بيتطلب العمل اللي بتعملوا البلوكتشين القديمة مثل واللي هو بيكون بيعتمد أصلا على أجهزة كتيرة وما بيتم استخدامها بأي مكان تاني فاليوم أنا بيكون إلي دور كشخص إن يكون جزء من نظام التعديل طب حلو أنا هيك شو بساعد البلوكتشين تبع زينك بساعد إنه هي تكون أكثر أمانا وعليها العمليات عم تتم تبادل وتداول وصول العملات الرقمية بالمقابل اللي بيطلع لي عملة اسمها زينك اللي هو لما بدأنا من سنة كان سعرها 0.2 حاليا هي سعرها اليوم تحديدا صار 0.32 سن واللي الثلسات عم تطلع صعودا خصوصا إنه اليوم رح ينعمل البلوكتشين لست تسجيل أوكي لتصير بابلك فرحنا اليوم لساتنا بأول سنة طيب كيف أنا بستثمر أو شو النظام اللي بستثمر فيه لأوبشن رقم واحد سفير منتنج هوب هذا نظام أونلاين بتقدر تشوفه عندك من الباك أوفيس مسجل عن البلوكتشين تبع زينك نظام تعدين واحد بقيمة 1499 يورو بالوقت الحالي بالتعدين عم بيعطي هذا النظام من أربع على خمسة كوين من زينك يوميا بالأول سنة على الأقل النظام الثاني هو زينك هوب بس شو بيختلف إنه هو نظام تعدين بس بيجي معه physical device مجرد ما تحطه بالكهراء وتشبكه بالإنترنت بتظهر على البلوكتشين بتصير توزع لعمليات للتوثيق وإنت بالمقابل بتاخد كمان من أربع لخمس عمولات بس بالإضافة الجهاز عندك بالبيت بايل طبعك لأنه جلاود جرين زائد وإنه فيها محفظة للأصول والعملات الرقمية ومنصة التداول طبع زينك رح تكون موجودة فيها طريقة التالتة للأشخاص اللي حابين ياخدوا الإستثمار طبعا له مستوى آخر بيبلش من نظامين تعديم بمزرعة واحدة بقيمة 2950 يورو وممكن يوصل ل256 مستر نود نظام تعديم ب330 ألف يورو أنا هاي بسميه يعني 1950 يورو يوميا ممكن يحتحصل لأول سنة تقريبا على النظام اللي احنا فيه حاليا على الرتم أو مستوى عمل البلوكتشين من 12 للتبتعشر عملة زينك فيه أشخاص بيقولك أحمد أنا بدي بلش ما عندي القدرة المالية تمام بس أهم ممكن اليوم ارجع زيد استثماراتي واشتغل بالنظام طبعا فزينك وسفير اللي هي الشركة عملت نظام هو ممكن اليوم الأشخاص يكونوا جزء من نظام تعديم 150 يورو واحد على 16 250 يورو واحد على 8 أجزاء أو 450 يورو واحد على 4 أجزاء أو 800 يورو اللي هو تقريبا نصف نظام تعديم أنا ممكن استفاد فيه والسؤال دايما اللي بدي تكون مطروحا عند الناس أحمد هايدي العملات شو فيني أعمل فيها فينك هي بتنزلك يوميا فينك تحولها لعملات رقمية أخرى أو تسحبها كعملات عادية مجرد ما حولت لعملات رقمية ورجعت صرفتها أيا كان سواء عملات ثابتة أو ممكن تحولها لبيتكوين إثيريوم لايتكوين أي عملة أنت بدك إياها على محفظتك الرقمية طبعا تطبيق زينيك موجود على آي او اس وعلى آندرويد فينك تنزده من اليوم تمام كل السيرفيسيز مشغالة فيه تم اليوم الإنشاء عم بيتم العمل على السيكوريتي رح يكون تطبيق هو اليوم نقدر عن طريقه مبادر بين العملات الرقمية والعملات العادية بنفس الوقت كل برامج إعادة الاستثمار تبع زينيك رح تكون عن طريقه وهذا موضوع هحكي عنه بالبريزنتيشن أكتر حتى بقدر بربط أنظمة التعديم تبعي بهذا التطبيق بقدر شوفها بأي وقت وبأي مكان زائد منصة التبادل اللي هي السوابين اللي هو اليوم فيه منصة مثل اليوني سواب والبانكيك منصات كتير بتعمل تبادل والأصول الرقمية هي حتكون موجودة على البلوكتشين تبع زينيك من المشاريع تبعها اللي أنا بقدر اليوم ببادل عملة زينيك أو أي عملات رقمية أخرى أو أي أصول بين بعضهم أي أن كان أو حتى حولها لعملات عادية عن طريق هذه المنصة أما المشروع الكتير كبير اللي هو هيكون موجود على منصة بلوكتشين تبع زينيك زينيك اكسشينج منصة التداول اللي هي اليوم حتنفس أكبر منصات بسبب الرسوم القليلة تبعها لأنه اليوم هي تعتبر تقدر تشتغل مع عدد كتير كبير من البلوكتشين فبيعطي للناس خيار لما بده يحول أو يشتري أي شي يختار أرخصة خيار مننا زائد ركز بهاي النقطة كتير مهمة لأنه اليوم معضلة الناس اللي كان اللي عم تشتغل بالعملات الرقمية هو كيف اليوم بأي وقت يحوله لعملات عادية يقدر يستخدمها بحياته العادية زينيك أصدرت عملة سابتة اسم يورو كوين ستيبل ما بتتأثر بسوق العمل بقدر بادل عملة زينيك أو أي عمولات أخرى كانت من بيتكوين ونزولا لأكتر من عشر تلاف عملة بهاي العملة اليورو ستيبل كوين بقدر حولها لو عندي بنك أكاونت فيه آي بان أو بقدر حولها على بطاقة زينيك دبيت اللي رح يتم إصداره بنهاية الشهر بالكتير بنص شهر ثلاثة ماكسيموم طبعا بالتعاون مع وجود أو سي أس بانك لسويسري اللي هو من شركاتنا وحنحكي عنه أكتر بضمن هذا هون المبدأ كان اليوم أنا كشخص تخيلوا معي حلول الدفع تداول تبادل أصول رقمية كل شيء إله علاقة بيتعلق بنظمة الاستثمار عن طريق التطبيق وحتى عمليات البيع والشرع على البلوكتشين هاي كل ياته أنا كشخص مستثمر على البلوكتشين عم باستفاد مننا ونظام التكنيزيشن أو الترقيم أو تحويل الأصول إلى أصول رقمية مهم جدا هأحكي معكم فيه بعد البارت اللي بدي أحكي فيه هلأ فخليك معي وركز بليز وخلي معك ورقتك وألمك طب في أشخاص قالك أحمد أنا اليوم كيف ممكن اشتغل مع زينك كيف ممكن قدر استفاد يجيني دخل اشتغل بالعمولة معهم ويبدأ اليوم أنا أكبر الاستثمار تابعي فعلى هاد الأساس مع شراكة مع شركة اسمها سفير ضليعة بمجال البيع المباشر هاي الشركة عملت نظام أنا اليوم كشخص بدل ما اليوم شركة زينك وسفير تدفع أرقام كبيرة بالدعاية والإعلان لتعلن على المنظومة والمشروع تابعة قالك منخليها عن طريق الناس خصوصاً نحنا كأشخاص لما بدنا نستثمر بهيك مشروع ونشوف نبدأ نفائدة منه فحنتكلم على الأقل مع دائرة صغيرة تابعنا وممكن تكون دائرة كبيرة حسب ما احنا شو حابين نعمل فهي الشركة عطت نظام أنه يكون فيه ثلاث طرق للربح أنا ممكن استفاد منه يجييني عواعد من بيع عن ظمت التعديل وكل البرامج الاستثمارية اللي حتم عن طريق شركة زينك طريقة الأولى يوني ليفل عندي مستويات أي شخص اليوم بس أعمل الأكاونت طبعي بيطلع لي رقق ID هذا الـ ID بس أعطي لأي حدا بيضغط عليه بيسجل بيكون موجود عندي بالسيستم أي عملية شرائية بيعملها من أنظمة التعديل أنا بيرجع لي تسعة بالمية عواعد كانت بألف يورو بمليون يورو بمئة مليون يورو بغض النظر طب هذا الشخص ذاته قرر أنه يعمل مثلي فصار عندي أنا مستوى تاني غير مباشر باخد عليه تماني بالمية مستوى التالت سبعة ستة خمسة أربع وصولها للمستوى خمسة عشر اثنين بالمية السؤال المهم جدا الناس تسألوا أحمد هل أنا من أول يوم الأنظمة هاي كلياتها بتكون عندي مفتوحة يا جماعة أي أسئلة حجاوب عليها كلها بالآخر عن جد أنا بالعكس كتير مبسوط أنه الناس عم ترفع عيده وبدأ تسأل خلوا كل الأسئلة حجاوب على كل شي بالنهاية أوكي فكل الناس تسألك أحمد هل أنا الخمسة عشر ومستوى مفتوحين من أول يوم لا وسجل عندك هذه المعلومة كتير كتير مهمة هو بيعتمد على شغلتين عدد الأشخاص المباشرين من الآي دي تبعك وحجم المبيعات كامل من النظام تبعك أوكي بعطيكم مثال كتير قريب أوكي خلينا نحكي عن واحد من أول المستويات اللي الناس تبدأ تحط تارجت عليه أول ما تشتغل اسمه الروبي شو يعني روبي يعني رنك أو رتبة مثل أي نظام أو شركة أو عمل وظيفي كان أو بزنس اليوم أنا فيه أنظم التقييم بتقيبني كيف أنا عم بنجح بالمجال اللي أنا فيه الشرط تبعه كتير سهل أنا يكون عندي سبع أشخاص مباشرين مني ومجموع المبيعات عشر تلاف يورو يعني تقريبا ستة أجهزة تعدين جهاز واحد فقط أوكي طيب غير هذا كل آياته أنا شو بحصل بهذه الحالة غير العمولات اللي عملتها على المستويات بأخد برجع زيادة 3% على المبلغ اللي هو 300 يورو وبرجع بأخد وين شير حصة من اليوم الشركة سفير كل شهر تاخد 10% من البرفورمانس أو الأداء تبعه بتحطهم بسلة بتوزعها كحصص الحصص من لما بدأت لليوم مع زينك تراوحت من 250 يورو لحد 90 يورو حسب البرفورمانس والأداء أنا بتطلع لي هايدي الحصة شهريا لأنه أنا وصلت لهايدي الرتبة طيب المستوى اللي بعده روبي دبل روبي 12 مباشر يكونوا عندي مجموع مبيعات 20 ألف يورو بأخد برجع غير العمولات اللي أخدت 3% 600 يورو وبصير عندي 2 شير شهريا مش واحد وبطلع صفاير 100 ألف يورو مبيعات 12 مباشر بصير بأخد 10 أسهم حصص شهرية زائد 3% غير العمولات اللي أنا عم بستلمها 3000 يورو وممكن أوصل لأعلى المستويات اللي هو الدبل جولد دايموند مطلوب يكون عندي فقط 19 مباشر مبيعات 50 مليون يورو رح يكون عندي 500 سهم شهريا تخيل وون تايم بونس 2.5 مليون يورو 5% طيب فيه ناس ممكن تقول لي أحمد هايدي الأرقام شوي كبيرة دا عالم الأصول والعملات الرقمية والأصول الرقمية أو الأصول المالية عامة هايدي الأرقام تعتبر كتير صغيرة بل لما بدأت بزناك أنا شخصيا عندي مستثمرين بدأوا فيه ناس بدأت من 100 ألف يورو لحد 300 ألف يورو فيه ناس بدأت بنصف مليون يورو ليش؟ لأنه اليوم هدا استثمار أنا مش عم بشتري ممبرشيب أو عم بشتري أنا عندي أصول بقدر اليوم حولها وعندي دخل عم بيدخل شهريا وعندي عمولات عم تنزل يوميا عم بقدر حولها لعملات ووصول رقمية وعم كبر استثماراتي أوكي؟ طيب هاي كان بالنسبة لطريقة الربح لتلاتة فقط هدول هنه بكل اختصار بس اللي أنا بدي أخبركم يا من خبرة الشخصية بهذا النظام اللي فيه هدول لتلات طرق اليوم عمولات الشخص ممكن تصل لحد التسعة وستين بالمية أو أكتر أو أقل شوي كل ما كان صعوده بالرتب الموجودة فيه أشخاص بتقولك أنا مستثمر بدي ابتدي كروبي ابدأ استفاد من السهم الشهري فممكن بيفتح أكاونت قلوه سبع أكاونتات من عائلته بقيمة 11 ألف يورو بيرجع له تقريبا عمولات 2400 يورو بس الأحلى من هذا كله بأول سنة يتحصل على أكتر من 13 ألف من عملة زينيك لأنه هيكون عنده أنظمة تعدين كتيرة موجودة على بلوكتشين عم تستفاد من العمليات المالية اللي عم بتتم من ضمنها فيه ناس قررت تدخل برنك أعلى دبل روبي استفاد من الحصتين الشهريين الحلو أنه هو اليوم 12 أكاونت منه ومن أسرته أو من أشخاص بيعرفهم تمام 20 ألف يورو بيرجع حوالي 5000 يورو بس الأحلى أنه اليوم بأول سنة رح يكون حصل على أكتر من 24 ألف كوين أوفزينيك اللي هي بدأت بـ 2 سنت اليوم 23 سنت أنا عني شخصيا اليوم عندي توقعات معينة بسبب خبرتي هلأ ما منعرف يبتقطع من هون لسنة بتعدي اليورو خمسة يورو ميت يورو ما منعرف فهذه كلياته بيعتمد اليوم على نجاح وتعتور المشروع تبع زينيك اللي أنت حتشوفه كيف اليوم عم يمشي بشكل كتير صحيح حتى سبق الرودماب تبعه طيب رح عرفكم بالشركة بالضبط من الناس القائمين وراها وكل التفاصيل بس لازم إشرح أهم مشروع قائم على البلوكتشين تبع زينيك اللي اسمه أو تحويل الأصول إلى أصول رقمية اليوم على سبيل المثال خلوني أنا شو بدي أخذ اسم واحد من الأشخاص كمثال أوكي ممكن اليوم أسامة أسامة الديراني أوكي كيفك أسامة لبناني صح؟ مظبوط مظبوط لا اسم العيلة أوكي طمام اليوم اللي بدي أقوله أسامة مثلا إن شاء الله يا رب عنده مجمع سكني بدبي معي؟ مجمع سكني فيه وكذا فيلا وكذا تاور وكذا بنا هلأ اليوم الأشخاص اللي قادرين يشتروا أو يعملوا عمليات على هذا العقار أو على هاي السوق العقارية هني لازم يكونوا بدبي شأن يروحوا ويعملوا معاملات ودائرة العراضي والأملاك وإلى آخره تمام؟ بنظام التحول الرقمي أو التوكانيزيشن اللي لقوا شركة زينيك جاب فيه بأكتر من قيمة 24 تريليون دولار سوق مفتوح للاستثمار اليوم بيقدر هو يحول هذا العقار كله رقمي تخيلوا يعني ياخدوا القيمة مثلا كم قيمته؟ 50 مليون يتحولوا لعملات رقمية يصير اسمها مثلا ديراني compound token فبيصير اليوم في عملة رقمية لهذا المشروع هاي العملة مثلا يابتساوي متر مكعب مربع بتساوي شقة بتساوي قسم معين تمام؟ او ممكن تساوي تاور كامل هاي دي التوكن راح تكون متوفرة على بلوكتشين زينيك اونلاين لو في واحد بالمكسيك بيقدر يشتري جزء من العقار تبع ديراني وهو موجود ببلده ويستفاد من ارتفاع قيمة العقار سوقيا وسط الفكرة معناها تتحول الرقمي شو راح يعمل؟ راح خلينا أنا قادر اليوم اعرض اي قيمة او موجودة عندي مش بس عقار انظمة رياح انظمة طاقة شمسية لوحات انتيك تياب اي شي انتو ممكن تتصوروه انا ممكن حوله رقميا بحيث اليوم الاشخاص بتصير قيمة ثابتة يقدروا يستفادوا منه ويمكن اسمعتوا بال NFT non-fungible token مين سمع فيها؟ NFT non-fungible token هي رموز غير قابل الاستبدال هي هو رمز بيكون موجود في واحد منه بالعالم بس يكون موجود على البلوكتشين لا يغير ولا يعدل ولا يبدل ولا يقيمة مالية وراح اعطيكم الاكزامبل لاهم مشروعين تم استخدامهم هلأ عن طريق شركة زينك بس بالاول تعالوا نتفرج على اغلى لوحة NFT مباعت بالعالم بقيمة 69 مليون دولار عبارة عن لوحة من مجموعة لوحات اصول رقمي تخيل يعني شو هي هاد اللوحة موجودة على البلوكتشين حتى لو حدا اخذ منك كوبي بتظل كوبي بس القيمة الاساسية هاي بتقدر تنباع بهذا الرقم لانه هذا الرقم اللي يوصل عليها هذا اللي انا بحاول وصلكم ياه فاليوم عنظمة الرياح عنظمة الطاقة الشمسية العقود الاستثمارات حتى اليوم البنوك اعطيكم مثال الشركات لما بتتعامل بدي تاخد شحنات من بعضها الحوالات المالية بتعود تقريبا ثلاثة أسابيع أربع أسابيع وليتر وف جارانتي وشهاده الضمان ومندفع عليها أكتر من أربع بالمية عن طريق هذا النظام العملية كله ممكن تتحول رقميا وتوصل بنفس اليوم وهذا طبعا رح يوفر أمواله ووقته مجهودة كتير كبير على الشركات وعالبيزنسمان وهذا هو التحول الرقمي الحقيقي دليل أنه اليوم دبي أوكي بالتعاقد مع بايننس رح تبدأ تحول مركز دبي المالي كله لمنصة للأصول الرقمية طيب تعالوا ناخد أول مشروع تم تحويله رقميا مع شركة زناك لأول شركة أصول رقمية تسجل بولايات الأمريكية المتحدة اسمها توبان هدول الجماعة عندهم غابات الأمازون طرحوا عملة توبان اللي كل عملة منها بتمثل متر مكعب فأنت أي مكان كنت فيه بالعالم امتلاكك لهيدا العملة بيخليك امتلك متر مكعب بغابات الأمازون كل ما ترتفع القيمة أنت عم ترتفع قيمة استثمارك بغض النظر أنت وين كنت ليش لأنه العملية كلها عم بتتم عن طريق البلوكتشين عقود زكية هاي هي العقود الزكية أنا مجرد ما اشتريت العملة انتهى تم تسجيلها بناء على المحفظة اللي أنا اشتريت عليها طب المشروع الثاني شركة أفينوك للطيران الخاص برايفت جيت وعندهم طبعا تنظيم تسيير لرحلات تجارية وإيكونومي واقتصادية وحتى بزنس وفيرس كلاس ورحلات خاصة طبعا شو اللي صار أفينوك كل الأصول تبعها بكل طياراتها تحولت رقميا وصارت عبارة عن عملة اسمها أفينوك امتلاكك لهيدي العملة بخليك تمتلك جزء من هايدي الشركة وتخيلوا عندي تم الطرح هايدي العملة بشهر عشرة كان سعر عشرة سنت كان سعره كم عشرة سنت أوكي خليك معي رح ورجيك اليوم سعر هايدي العملة على اليوني سواب حالة كم وصل سعره لهيدي العملة أفينوك حالة نرجع أعمل ريفرش خمسة واربعين سنت يعني أي حدا اليوم استثمر أي رقم كان من شهر عشرة اليوم صار مضروب ضرب أربعمية وخمسين بالمية زائد أنه اليوم بتقدر هايدي العمولات عن طريقة تطبيق ذنك بس يكون جاهز تعمل لها إعادة استثمار على سنة ثلاثة سنين خمسة سنين أو عشر سنين تعطيك عوائد سابتة سنوية بتنزل يومية تقدر تحولها لعملات رقمية أو عملات عادية والأحلى من هذا إن شاء الله رح يكون فيه compound staking لسه رح يتم الإعلان عنه حتى العملات اللي بتنزل للأرباح تبعي برجع أقدر أعمل إعادة استثمار فهذا بخلي الموضوع شوي جنوني ممكن اليوم شخص باستثمار عشر تلاف دولار من ضمن سنتين لثلاثة سنين هذا الرقم يتحول لأكتر من مليون دولار يومي حابب شارك معكم فيديو نعمل عن شراركة زينيك وآفينوك ونتفرج من بعضه وبعدين رح شارك معكم كتير معلومات مهمة لأنه قربنا على الجزء المهم كتير بالبريزنتيشن So my friends from Sineek thank you very much that you called the invitation I'm really happy to show you the future stuff of aviation to go with you around to see all those aviation technologies coming in the future We will find a Big REPRESENTACY everyone اشعرف I'M بارش exactamente حي getting التقليل You are my instagram والم اולם الم ال teammate اكم друзья الم اكمس 那个 ويكون دائما في مشاريع كتيرة موجودة على البلوكشان تبع زينيك للتحول الرقمي. هذا النظام راح يكون مستخدم مش بس من شركات بل من حكومات ومن انظمة بدها تحفظ سرية وبيانات وسرعة انجاز العمليات. صار الوقت نتعرف اكتر على زينيك. زينيك اول شركة بلاكتشين تكنولوجي مرخصة بمركز دبي العالمي المالي. طبعا دامكن داماك بارك تاور دي ايف سي اوفيس بي الفين فور. وطبعا بشراكة استراتيجية من اول يوم مع بنك او سي اس الاستثماري لانه هو الطرف اللي راح يساعد بدخول. يعني اليوم انا كشخص اقدر ادخل واطلع من العالم العمليات الرقمية والعادية بشكل بسيط اللي هو منسميه لي فيات كارنسي. اللي هي بتمثل الدرهم والجنيه والستيرلين باوند والدولار. هي بسموه عملات عادية. فانا اليوم بنك او سي اس من اول هو المنظومة المالية اللي هتساعد. طيب اول شغلة مين احنا? بكل فخر شراكتنا مع الشيخ سعيد بن حشر قال مكتوم بالعائلة الحاكمة بدبي. اه ايروين دوكتور السي او اللي هو الجينيس او الشخص العبقر اللي كان ورا فكرة اليوم اكتشف الجاب طبعا اكتر من اربعة وشهين تريليون دولار اللي هي المساحة اليوم بيقدر يكسباند او يتوسع فيها البزنس بعالم التحول الرقمي. سليمان رفاعي بورد منبر عامل اميزين ترفورمانس. اداء كتير رهيب كشخص ممثل للشركة خصوصا بمنطقة الشرق الاوسط. شركة سفير شركة اللي كمان تابع على زينيك اللي هي نظم الناس اللي حابين يشتغلوا مع شركة زينيك ويبدأوا يستفادوا من البيع والتسويق. بي سي او علي ابو زينجبال سي اس او سفير فيرنر كايزر ارماني. الاشخاص اللي عندهم باع طويل جدا بمجال البيع المباشر اكتر من عشرين سنة. بنك او سي اي اس طبعا فيكن تفوتوا تقروا عنه اكتر هو اصلا بنك استثماري قائم من زمان. وعنده مكتب ممثل موجود كمان بدبي. على رأس مجلس الادارة سعادة عبدالله نابودة من اهم رجال الاعمال الموجودين بدبي زائد من المحترفين هو اصلا بنك من الاول بياصدر بطاقات الدفع اللي حاتين من اصدار بطاقة زينيك عن طريقه كريبتو فاند كل شيء له علاقة باستثمار وادارة الاصول. طبعا الاحتفال الاساسي كان ببداية شهر عشرة احتفلنا بيوتيل ارماني برج خليفة كان ايه لي الشرف اني احضر بزلنا العملة على برج خليفة اخبار محلية وعالمية من الجرائد بس الاحتفال الكبير كان اللي جمع ناس باكتر من تمنين دولة من شركاءنا من الاشخاص اللي بيشتغلوا معنا جزء كتير كبير طبعا من فريقي باكتر من تلاتين دولة بالعالم. هنحضر هادا الفيديو ونوصل لاخر بارت. هشارك معكم شوية تفاصيل اكتر عن الويب سايت حقيقية تشوف الارقام وكيف يتم التعامل فيها. كيف البيع وكيف الشراء وكيف التحويل. موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المشروع هو الاساس وليست العملة العملة هي ممثل مثل مثل الاسهم بس نحن عم نتحول رقميا رح يصير التمثيل للعملة وليس للسهم تبع الشركة اسهم الشركات رح تتحول للتحول الرقمي خصوصا مع وجود العالم الافتراضي او الواقع الافتراضي الويب 3 الانف تي كل شي بيتعلق بهذا التحول شوية هيك سامري ليش انا اليوم لازم يكون جزء من هايدي المنظومة كاستثمار او حتى كعمل اول شغلة legal entity اليوم مؤسسة مرخصة قانونيا موجودة مع ادارة حقيقية وجود احد الاشخاص من العائلة الحاكمة بدبي وجود غير المنتجات اللي هي موجودة software online فيه منتجات حق خير الاشخاص اللي بيهم ما يكون عندها المنتج ملموس فكرة انه اليوم انا او منصة التبادل والتداول طبع زينك قادرة تكون مرينة جدا وتشتغل مع تقنيات كتير حديثة العلاقة بعالم البلوكتشين هيوفر مصاريف بتحويل وتبادل الاصول الرقمية فكرة انه اليوم اصلا مية بالمية من ارباح منصة التداول طبع زينك رح يتم توزيع على قيمة العملة هذا موضوع كتير كبير اللي بيعرف بايننس بايننس بدأت بثمانية دولار اليوم بايننس وصلة اكتر من اربعمائة دولار تخيل وبايننس ما عم توزع مية بالمية من الارباح طبعه فكرة انه اليوم البلوكتشين هي اصلا زينك برنامج التعديم والترقيم عم يكون لها اصول حقيقية اصلا موجودة زايد انه اليوم موجود العملة تبعي بتنزل ليوميا التعديم تبعها بيقدر حولها على اليوني سواب والبانكيك مبدئيا ليونده قصيرة جدا بيقدر بادلها بأي عملات وطلعها لحد ما يكون منصة تبادل زينك اللي بيقدر مباشرة بعدها حولها لليورو كوين وحولها على حساب البانك او حولها على بطاقة الدفع تبعي غير هذا كل اياته لو انا عم بشتغل بالتسويق اليوم بعمل البيع بنفس الثانية بتنزل العمولة طب احمد انا دخلت بمية يورو شوي يعني طب لو حدا دخل بمليون يورو باخد تسعة بالمية بنفس الثانية الرقم بينزل مبلغ اللي بتدفع وتدخل فيه ما له علاقة النظام ما في رسوم تسجيل ما في رسوم تجديد ما في رسوم تزويد ما في رسوم شهرية لحتى ضل هو مبلغ استثمارك بيعطيك الحقيقية الاحقية اليوم تكون جزء بالنظام التسويق والاهم من هذا كله حتى العملات اللي هي بتزلي يورو العملات اللي نرجع على العمولة بيقدر بنفس الثانية يحولها بيتكوين لايتكوين ايثيريون بيتكوين كاش وبأصابيع كتير قليلة رح قدر حولها لعملة اليورو ستيبل كوين اصحبها كعملات عادية اذا بدي وصار موجود على الباك اوفيس كمان اني انا اشتري مباشرة عملة اذنك من العمولات تبعي اللي هي موجودة طيب شو المطلوب مني تمام بتحكي مع الشخص اللي دعاك مباشرة انت ممكن تكون واحد من ثلاث اشخاص شخصية الاولى متحمس ودك تبدأ بتحكي معه مباشرة شوف كيف التسجيل كتير بسيط وابدأ وشوف كيف دا حتبدأ تشتغل معنا اوكي وعلى هاد الاساس اختار الاستثمار اللي بدك ياه وخد الرحلة والجورني مع فريق عمل كتير رائع من الاشخاص اللي دعوك نحن ناس كتير محترفين بهذا المجال مجال البيع المباشر وتحديدا مجال العملات الرقمية والنفتي والبلوكتشين اللي نساعدك في تدريبات كتير اساسية مش بس بتعلم هذا المجال نحن منعلم شيء اسمه ريادة الاعمال كيف اليوم انا كشخص ابدأ بزنس كيف ابدأ اسوي لنفسي كيف ابدأ اعمل براندين كيف ابدأ اطور نفسي كليوم درجة اعلى حتى كون شخص دو قيمة بقدر اليوم قدم هاي الصناعة بحيث انه الناس اليوم يكون عندي المصداقية والكريديبوليتي شخصية التانية انت ممكن تكون واحد هلأ تحمس بس عندك اسئلة الحياة كلها بدأت بسؤال تكون خلقه بدأ بسؤال اسأل خد جوابك وبلش ويمشي بالخطوات كلها شخصية التالتة انت ممكن تكون شخص لا متحمس ولا عندك اسئلة ويمكن مش طايقني او مش طايق احدا او حدا بعطاك اللينك وفتت بالغلط شوف خليني اقل لك شغلة انت موجود لسبب انا اليوم بواحد من الاشخاص اللي ضيعت فرصة الاستثمار بالبيتكوين نت الناس كتير ركز معي مش بس البيتكوين داون تاون بزنس بي مكان اللي عم بحكيكم منه اغلى كيلو متر مربع قاري بالعالم حاليا اوكي كان بينباع بارقام انت ممكن تخيل قبل خمسة عشر سنة الناس ما كانت مصدقة اوكي اكتر الناس ممكن يساعدوك بهذا الموضوع المصريين كان لما تقول لهم الرحاب ومدينتي قل لك يا عمي وين هذا وينك تسكننا برا القاهرة اليوم صار حلم الناس تسكن بهاي التجمعات السكنية ليش لانه اليوم فيه بالدمية شيء اسمه في غرامة التأخير باي شيء مش بس بالاشياء المالية انت حتى كشاب اليوم مش عارف تروح لعندة تقول لها انا بدي اتقدم لك ممكن تلاقيها بعد يومين نزلت بوست خطبت طب تقعد بتقول شو time is everything صح حبيت غير لكم الفكرة اوكي ان اليوم يس الوقت كتير مهم الوقت كتير موضوع مهم لما قال لك شوفوا اي شيء نقال زمان هو كان حقيقي عالوقت وكالسيف اللي بتقطعه وقطعك تمام اليوم الاشخاص كتير اللي اشتريت افينوك لما كنت عم بقول من اول يوم بعشرة سن لما اشتروه ب13 و15 هلأ هني مبسوطين بجميل احوال بس انه انا شو كان صاير علي ليش ما كنت اعمل ارجع اكتر من 50% زيادة it is all about time it is time الوقت هو عامل كتير مهم باي شيء انت بدك يا تمام هلأ طارت كتير مهم رح افتح واحد من الحسابات تبعي انا بدأت كروبي دخلت ب7 حسابات هذا واحد الحسابات لعائلتي رح ورجيكم هذا الحساب تم العمل عليه والتفعيل من 11 لحتى تاخد فكرة انت اليوم التعدين وين وصل شو شكل بلوكتشين كيف بقدر اسحب عمولاتي لو انت اشتغلت على هذا الاكاون كيف ممكن تحقق عليه هايدي النتائج اشارة اكا هايدي سفير شايفين الشاشة ما هيك واضحة تمام هذا الحساب اللي موجود قدامكم رح ورجيكم بس بالاول تم الاستثمار عليه باربع انظمة تقريبا ايمتهم اربعة تلاف وثلاثمية وخمسين يورو ميتان وخمسين ميت يورو الفين بالفين متل ما شايفين عندكم الانظمة الاساسية كانت بواحد عشرة هون عندي الرابط انا بقدر بس اضغط بياخدني على على مكان التعدين تبع النظام تبعي سواعني لا احنا بدبي هلأ بيقولوا علينا الانترنت مش تمام عادي الانترنت بكل مكان سواعني بس طيب خليني غير البراوزر طيب برجع بفتح هادي البيج لأنا بدأت تنقلني على البلوكتشين على صفحة تانية بس مش عم بيحمل اللوودين اوكي طيب هيدا الداشبورد بالمبدأ انا هذا الانظيم ينزلوني الفين وتسعة وستين كوين هلأ بقدر حولهم انا كالآتي بختار اول منصة انا عندي فيها 812 كوين بحط عدد الكوين هلأ ليش محطوط زينيك كوين وCARC زينيك كوين هي لما بقدر حول على منصة التبادل او التداول تبع زينيك فقط لانه هي عملة بحد ذاتها تمام عملة حقيقية مش افتراضية لانه وراها مشروع والعملات اللي عندها البلوكتشين والنظام تبعها مثل عددهم محدود بالعالم بيطلعوا خمسين او ستين عملة اللي هني قائمة لكل المشاريع عليهم بضغط مثلا زينيك توكن ERC هون بقدر حولها على اليوني سواب بحيث اني حولها لأي عملة اخرى بحط مثلا ميت كوين وبحط نظام يعني الـ ID تبع المحفظة تبعي بهذا المكان اوكي طيب انا كيف بقدر بشتري انظمة الدفع انا لازم دخل مبلغ هون يكون يورو تمام بقدر بيدفع عن طريق العملات الرقمية بقدر بشتري من اي منصة من بايننس من لاتوكن من بيت ماكس بحط بياناتي بشتري العملة اللي ممكن يقبل النظام طبعا لما يكون عندك نظام بيكون عندك اربع محافظ بيت كوين بيت كوين كاش اثيريوم ولايت كوين تروحت على مثلا بايننس عملت رجستريشن طلبت اشتري بيت كوين بقيمة مثلا 1500 يورو بحط المبلغ وبحطه على اللي فلوس بتدخل مباشرة هون كيورو بكل اختصار بنزل على شوب بختار ومسلا الالف وخمسمية يورو بتخليني اشتري هادا النظام فبضغط على وبصير النظام بدأ يشتغل عندي طبيعيا طيب بالنسبة للعملات اللي عم تنزلي انا بقدر بسحبها كمان بالعملات الرقمية يعني هون موجود خمسة وتسعين يورو بهاد الاكاونت اوكي فبعمل شو بس عملت بيعطيني كزا باني هادي الفلوس اصحبها انا كيف بدي اصحبها يعني اوكي يا بحولها او بيتكوين او بيتكوين كاش او داش يورو كوين لما بتكون بقدر حولهم طبعا بتكون جاهزين على منصة ساعة تبقدر حولها عن بنك او على وعندي مثلا بحط مثلا اللي هو خمسة وتسعين يورو وبحط عنوان المحفظة طبعي اللي انا بدي يحول عليك هذا الاكاونت طبعا انت لما الشخص بدك تبلش معنا بيبعث لك رابط اوكي هو عبارة عن رابط تسجيل بيطلع عندك هيك كالشكل كتير سهل بحط الايميل اختار يوزر نيم فورست نيم لاست نيم تحط الباسورد بتأكد عليه والبلد بتعمل ريجستر بيجيك ايميل للتأكيد بتأكد عليه بترجع بتعمل ومتل ما اتفقنا بتشتري العملة اللي بتناسبك او الشخص اللي دعاك ممكن يساعدك بهذا الموضوع لو ما عندك خبرة بتدخل الفلوس وبتشتري الاستثمار طبعك ومجرد ما فتحت الاكاونت انت عندك بصير عندك تقدر تعطيه لأي حدا يسجل ويدخل عن طريقه طب هذا الحساب من واحد عشرة لهلأ شو الاداء اللي عمله اوكي هذا الحساب عليه تقريبا 455 شخص لانه هو بشهر 11 كان روبي وبشهر 12 صار ده بالروبي دا يلان حوالي 32 32000 بصير صفاير فبياخد اكتر اسهم شهرية تمام بشكل النظام بثير بسيط فيه تبعه اوكي هون عندي هذا الليفل 1 هذا الليفل 2 هذا الليفل 3 اوكي تمام خليني مسلا هو حسب الاكاونت اللي فيه سهم هذا الليفل 4 هذا الليفل 5 ونزولا بالمستويات انا حسب المستوى او الرنج تبعي اليوم بقدر اقبض على هايدي المستويات طبعا هادا الحساب نعمل عليه مبيعات بقيمة 188000 يورو تمام بس من نظام المستويات عمل 12440 يورو اسهم شهرية من شهر 12 هلأ نزله 503 يورو مثل ما شايفين نظامه طبعا هادا الترتيب ترتيب لحساب كحجم مبيعاته قوة على العالم كلياته اللي تقريبا نحن اليوم في اكتر من 500 ألف ممبر نصف مليون شخص موجودين في شركة سفير وزناك وخليني خبركم على معلومة كتير مهمة طبعا اليوم جزء كتير كبير موجود بأوروبا وبأمريكا وبآسيا والوطن العربي نحن لسه بادئين فالناس اللي عم تسمعني او الاشخاص اللي دعوكم هن الناس اللي اخدين على عتقهم اليوم استفادوا من فرصة لشركة اصلا موجودة بالوطن العربي من الميدليس تم تأسيسها طبعا بمركز دبي المالي هي الاصول تبعا نساوية المانية بس قرروا يعملوا عملياتهم من المكان اللي شايفين عم بيتبنى التطور عم بيتبنى ان هو شو يكون منصة العملات الرقمية والاصول الرقمية هي دبي طبعا انا اليوم حتى الفلوس هي فيني استخدمها اني انا ساعد الناس يدخلوا معي طبعا بعمل برشيس كوبون اوكي مثلا خم لا نفرض لو كان فيه مئة يورو بس هم بحط خمسة وتسسعين يورو بدي حول بدي اعمله لمحمد بعمل برشيس كوبون اوكي بحط الباسور تبعي برجع بيطلع عندي كود هذا الكود باخدله هيك بعمله كوبي تمام محمد بيكون سجل عنده حسابه already بعطيه فهو بيرجع بيدخل على كلمة balance وبيعمل redeem كوبون طبعا بيكون اعطاني كاش هو او حول لي عملات رقمية بحط الكوبون هون بعمل redeem بترجع الفلوس بتدخل بس بتصير عندي محمد بحيث ان هو يقدر يشتريها لو كانت 1000 يورو او 10-1000 يورو او اي رقم اوكي اه بشكل خلال الناس الموجودة معنا على حضورة بهاي اوصلت لجزء الاخير رعا عطي بالزبط خمسة دقايق للاسئلة تمام وبجميع الاحوال انا والاشخاص اللي دعوكم هنكون موجودين لاي لحتى انت اليوم تاخد اي معلومة يبدأك ياه وخليني خبركم شغلة لو انت بعدك موجود في ناس طلعت اوكي هدول اشخاص شو بيتركوا بيتركوا التحلاية بالاخر يا جماعة لو انت حاسس انك هلأ عم تسمع كلام صيني مين حاس كان عم بيسمع صيني اتس اوكي انا بالنسبة لقلي هاد الكلام اللي انا عم بقوله كان بالنسبة لقلي صيني قبل خمسة ستة سنين اوكي درست وتعبت وعندي المصادر هخلي حياتك اسهل طبعا لانه هعطيك يوم بشكل مختصر فاتس اوكي انا بدي خبركم شغلي انت عم تحضر البرزنتيشن لشي في 2% بالعالم بس بيفهموا فيه و1% عم بيشتغل فيه لما وارن بافت قبل 10 سنين طلع عم بيتفلصف على البيتكوين حول من اصوله مليار دولار قبل 3 ايام لعملات رقمية لما جولدن بيرفت قالك اتسبابل حضرت له مؤتمر بلوكتشين ابو ضبي انا مدعي عليك خبير على الستيج هو عم بيحكي على عملات رقمية وصلت الفكرة هم تفهمني اتسوكي عادي فينك تتراجع لانه الموضوع بالاخر هو شو فائدة وقيمة مادية فحنبدأ ناخد الاسئلة مع بعض انا هلا رح اخد هاي دي الاسئلة شوي شوي اوكي ثواني بس خليكم لحظات معي سوري منكن حصل اوكي طيب هنكمل هلا هون معنا مصرية مقيمة قطر قطر سوري دي اوكي سعر العملة اكيد عالسنة حيكون كويس رقم محترم ولا احتمال وهو بيعتمد اليوم على فكرة اليوم انا كشخص فهمت اليوم المشاريع يعني هو نحن الشركة لسه ما طلعت البلوكتشين بابليك توبان افينوك وفيه كمية مشاريع كتير كبيرة زائد فكرة لوحدة انه يكون في عندك منصة للتداول عم يتم علي ارقام يومية بالمليارات من البيع والشراء والمضاربة والنفتي فهذا رح يخلي المشروع كتير كبير انا عني شخصيا انا هذا رأي شخصي ما بدي تاخد كلامي كضمان تمام انه انا دايما عندي فكرة كتير مهمة بحكي مع التيم تابعي بقول لهم المبالغ غير مطلوبة المشروع قوي اصلا انت مش محتاج تبالغ ولا محتاج التعامل شكله وردي بس انا كاحمد انا شايف العملة ممكن تعد بالمية يورو بين الفين واربعة واشرين انا هيك شايف عشان هيك انا شخصيا اكتر من اربطعشر الف يورو غير اصلا المنصات اللي انا عم برصة عم بشتري منها كم جهاز تم بيعه ابو عبدالله الشريف ممكن جب لك هاي دي المعلومة بس هو عدى المية الف هب المية الف هب كالنزام تمام هلا طبعا لانا شكله ابو عبدالله فاهم الهالفينج باعتمد على شغلتين بعد اول سنة بينعمل هالفينج خمسين بالمية للحفاظ على فينة العملة وشو ما يحصل فيها تضخم والهالفينج التاني بيعتمد على كل كم هب عم بينبع عشان هيك نحنا تكلمنا بالكوستو في دي لي اوكي شو بيقولوا الاخوان المصريين من سبق اكل شو اكل النبا اكل الشوكولاتي يعني ارتلعي كيف اللي هو اللي اللي بيوصل قبل بيكون تمام اوكي طيب في اي حدا بعد عنده اي سؤال اكتب لي ايه على الاتشات وغير هذا كل اياته اشخاص يدعوك ممكن حتى يعطوك السوشال ميديا عندي فيسبوك انستجرام تابعنا تابع الناس الموجودة رح يكون قريبا في كميليتي كتير كبير موجود على الفيسبوك والانستجرام رح نعطي فيه اصلا ثقافة عامة وتعليم بعيدا عن فكرة انه نحنا كشركة زناك وسفير كيف عم نشتغل اوكي كل الحب والتوفيق والاحترام بتمنى انه دمي كان خفيف عليكم وقدرتوا استفادوا من هايدي المعلومات اتمنى التوفيق للجميع اراكم على القمة اوكي عالم الاصول الرقمية هو المستقبل بكيرفل 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 نايكي صار عندك كامل على الانف تي على الميتا فيزا اشترت انف تي قسم بالله انا اليوم يعني يعني ستيكر لزقه على باب الحمام ما بحطه بميتان وخمسين الف دولار انا قاسف هي لوحة رقمية بس مش معروف انفه من عينه ف اتس اوكي اتس كريزي فانا واحد من الناس اللي كنت ضد التطور فتخيلوا حتضحكوا عليي هلأ انا ضليت حامل لبلاك بيري لالفين وخمسطعش متخيل انت انا ضليت حامل لبلاك بيري لالفين وخمسطعش انا دخلت الفيسبوك ببداية لالفين وخمسطعش انستجرام انا عامله للاكاونت يمكن من ثلاث سنين اوكي متل الانترنت اول ما بدأ واليوم هو هو ووصل اوكي فاللي انا بدي قلك عليه اوكي مش متل كل مرة تعاند التطور والتغيير فينك اليوم تكون جزء منه كيف بدي استثمر بالنف تي اوه هذا موضوع تاني هذا موضوع تاني وكتير كبير تابعنا وان شاء الله بيكون فيه محاضرات خاصة بهذا الموضوع كل الحب والتوفيق والاحترام اراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة